و اخيرا رجعنا لكم متجر فيكس ليش لانه يضمن لك شحن كل الالعاب الموجودة على جهازك او على اي منصة كانت سواء جوال بي سي اكس بوكس بلاي ستيشن اي امكان يمكن انك بس تكتب اسم اللعبة اللي انت تريد تشحن بيها من هذا المتجر ولح تطلع لكل العروض الموجودة زي ما تلاحظون انت تختار العرض اللي يناسبك والتسعير اللي تناسبك وتشحن اللعبة اللي انت تريدها او اللي بدكيها بامكانك الدخول من الرابط اللي احخليكم في وصل الفيديو او تستخدم كود A18 من اجل انك تحصل خصم خاص ايضا من هذا المتجر وايضا يدعم جل عملات الدول العربية الرابط اللي اخليكم في وصل الفيديو بالاضافة الى التعليق المثبت اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18 بالنسبة كبيرة انه هذا المقطع رح يكون طويل جدا يا شباب ليش لانه رح سعر لكم اندر واقوى حساب رح يكون شامل هذا الحساب كيف رح يكون شامل اي بمعنى انه رح يكون اندر حساب به فيما يخص لعبات كود موبايل بالاضافة الى اندر حساب به مرتبط بنفس الايميل وهو يشمل نسخة وارزون موبايل يعني مشحون بها الموسم الاول وكل السكينات الموجودة بها بالاضافة الى الموسم الثاني في نسخة وارزون موبايل طيب وهذا هو نفس حساب وارزون موبايل المرتبط وهذه هي الشخصيات الموجودة به زي ما اخبرتكم شخصياتها لا تيم موجودة كلها ايضا شخصية نوفا كل الشخصيات زي ما تلاحظون كلها مفتحة اللي موجودة حاليا هون كل هات الشخصيات مفتحة على نسخة وارزون موبايل اوكي يعني الحساب تدخل تلعب به يعني حتى شخصية لونين ليش لانه حتى الموسم الثاني مشحون بيه لكن لسته مش مستكمل اوكي هذي كل الشخصيات الموجودة بنسخة وارزون موبايل فبصراحة يعني حساب جبار وما اتمنى انه اللي يستهلوا فعليا يحصل على الحساب اوكي زي ما تلاحظون هذه الشخصيات كلها الموجودة كلها كلها شوف كل الشخصيات المشحونة اللي تخص البتل باس الموسم الاول مستكمل حاليا البتل باس اللي يخص الموسم الثاني زي ما اخبرتكم حاليا هو مشحون لكن لسته مش ملفل اوكي هذا فيما يخص نسخة وارزون موبايل اوكي وايضا مشحون بيه حتى نسخة الفولت ايديشن اللي تخص الموضل والفارتو وبها شخصيات الريد تيم اللي تخص شخصية غوست كابتن برايس بالاضافة الى شخصية فرح كريم بالاضافة الى شخصية صوب ونفس الشيء هذا هو حساب نسخة الموضل والفارتو وهذا اصدار الفولت ايديشن يعني كل شخصيات موجودة بيها اغراضها باسلحتها اوكي زي ما تلاحظون هذه هي اوكي ونسخة الفولت ايديشن زي ما خبرتكم اوكي هذه يعني كل شيء موجود بيها فعني نفس الايميل تشحن اه تدخل بيها على اي منصة انت تريد تلعب عليها فالحساب يكفيني كلام والله الاستعراض راح يبين كل شيء باذن الله اوكي زي ما تلاحظون كل التفاصيل كل التفاصيل يعني نفس البطل باسل المشحون حتى في ورز والموبايل راح تلاقونه اه ايضا موجود هون اوكي يعني حتى فيها اه زي ما تلاحظون في ما يخص ايضا الاسلحة الموجودة كلها والاغراض اللي بصيغة اللي جندري ايضا كلها الموجودة بالحساب هي هون نحاول نستعجل اه في الفيديو حتى يعني تاخدون كل التفاصيل وفي عجالة ونستكمل الاستعراض حساب كود موبايل زي ما تلاحظون المهم كل هذا التفاصيل مرتبطة مربوطة على حساب حساب واحد اوكي على حساب واحد بالاضافة الى حساب فالتسليم راح يكون شامل كامل واكيد انه يعني راح تكون في وساطة بيني وبينك وبين بائع الحساب يعني بين المشتري والبائع وانا راح اكون الوسيط بينكم يعني في حل الاتفاق على السعر وكل شي يعني راح اكون انا اللي اسلم لك معلومة الحساب بعد اه تسليم المبلغ المتفق عليه باذن الله المبلغ اكيد انك راح تتواصل مع مالك الحساب راح خليلكم رابطه في اه وصف الفيديو بالاضافة الى التعليق المتبت موقع او موقع اين تواصلوا اجتماعي من اجل انكم تتواصلون مع مالك الحساب اللي به كل هاد اه الاغراض المرتبطة اوكي تقريبا هذه هي اهم الاشياء الموجودة في حاليا ليش لانه نسخة الموضل المولفر 2 حاليا هي نسخة جديدة ولعبة جديدة فاكيد انه يعني بيه اغراض كتير كتير ولكن اه الى الحين الحساب ملبل كل شي فيه وزي ما خبسكني هذا يعتبر ايضا من انذر الحسابات اللي جاي اشاركها معكم على القناة فيما يخص كود موبايل وباقي الحسابات المرتبطة بنفس الايميل اكيد بالاضافة الى انه موجود به حتى نسخة الموضل الولفر الاولى اوكي حتى النسخة الاولى وفيه مشحول ايضا به اسكينات وشخصيات طيب الحين راح نستعرض نفس الحساب المرتبط على نسخة الموضل المولفر العادي او نسخة الاولى زي ما تلاحظون هذه الاغراض الموجودة بيها بشكل كامل يعني الاسلحة وبعدين راح نستعرض الشخصيات بالاضافة حتى ما اسا يشعب هو مربوط به نفس ايضا حتى حساب الفانجارد اوكي حتى نسخة الفانجارد ايضا مربوطة على نفس الايميل يعني ايميل مربوط عليه نسخة كود موبايل كود وارزون موبايل موضل المولفر الاولى بالاضافة الى الوارزون بالاضافة الى نسخة الفانجارد يعني كل هذه الحسابات مرتبطة بحساب اكتيفيجن واحد باضافة الى حساب فيسبوك على نسخة كود موبايل وحساب باطل نت على باقي المنصات اللي تخص فيما يخص الفانجارد والوارزون تو والمودل المولفر تو وغيرها اوكي هذه اهم التفاصيل الموجودة ايضا حتى في زي ما خبرتكم في نسخة المودل المولفر الاولى اللي توفرت سابقا يعني نسخة اه عالفين وتسعتاشر اوكي بعدين راح استعرض لكم اه الشخصيات وبنسخة الفانجارد موجود بها باندل خالد الاسد بالاضافة الى باقة اخرى يعني باقتين موجودين فيما يخص نسخة الفانجارد اوكي احنا جاينا نحاول نسرع في المقرح حتى اه يعني تاخدون كل اه التفاصيل الموجودة بالحساب اوكي او السكينات الموجودة حاليا بس الاسلحة يعني الشخصيات للحين ما وصلنا ايضا حتى في نسخة المودل المولفر هاد الاولى موجود بها يعني تقريبا كل شخصيات مش تقريبا انما كل شخصيات اه غوست موجودة بها ورح تشاهدونها ايضا ورح نستعرضها اوكي فبصراحة يا حض يعني اللي حصل هذا الحساب او اللي يشتري هذا الحساب فخلاص يعني كل المنصات موجودة عندك في ايميل واحد يعني تدخل تلعب اي دعبة اه مباشرة اوكي عندك بلاي ستيشن عندك موبايل عندك اكس بوكس اه اي شي اي شي عندك تدخل مباشرة تلعب اللعبة وتحض يعني تجعل المنصة لانت تريد تلعب عليها اوكي فاكيد انه هذا الشي مفيد مفيد كتير اوكي ولهذا خبرتكم انه حساب ضخم ورهيب ونادر وكل شي هذا اندر حساب بصراحة يعني جاي السعر ادعوه الى القناة منذ يعني من زمان يعني نشرت حسابات كود موبايل بس ما كانت مرتبطة باغلب الحسابات هاد اوكي بخصوص اكد لي انه دخلت حتى ورزء الموبايل اوكي بالنسبة المهتمين بالجوال اوكي الحين يلا خلونا راح نشوف الشخصيات اوكي هادي الشخصيات الموجودة بحساب او بنسخة الموضل الورفر الاولى هادي شوف شخصيات كلها موجودة زي ما تلاحظون كلها باقي الشخصيات زي ما تلاحظون برايس قاز اه دومينو يعني كل فيه فيه شخصيات كتير موجودة زي ما تلاحظون فعني يا حد اللي ياخد الحساب اكيد انه راح يكون مناسب جدا اوكي التفاصيل زي ما خبزكم اه تتواصل مع مالك الحساب راح خليكم رابطه في وصف الفيديو بالاضافة الى تعليق المتبت سواء على تيليجرام او او انستجرام تتواصل معي اخي لما تفقون على السعر فرح اكون الوسيط بينك وبين البائع اوكي تلاحظني على حسابي ورح يكون الوسيط بيناتكم من اجل التسليم واستلام الحساب والمبلغ يعني ايميل مشحون به كل هذا التفاصيل يعني تدخل هذا الاميل تلعب به كل الالعاب اللي انا جاي اتكلم عليها الحين الاسعار بالحساب فاكيد انه اسعاره رخيصة جدا زي ما تقولون هدي هي الاسعار لي ما توفره بالحساب يعني الحساب من الحسابات الرخيصة اوكي اول سحبة في جلات الحد تبدأ من عشرة سي بي الربط زي ما تلاحظون مربوطة على حساب فيسبوك بالاضافة الى حساب اكتي فيجن ورح تستلم وحساب باطل نت فيما يخص باقي المنصات الاخرى اللي تخص الموضع نوال فالتو وموضع نوال فالتو وموضع نوال فالتو وان فاكيد انك رح هو نفس ايميل اكتي فيجن اللي مربوطة عليها هذا الحساب حساب كود موبايل بالاضافة الى انك حتى رح تستلم حساب باطل نت اوكي لباقي الحسابات اوكي طيب الحسابات الموجودة به زي ما تلاحظون يعني 13 سلاح بصيغة الماتيك وكلهم يعني 13 سلاح تطوير ماكس اوكي بالاضافة الى انه فيه 13 سلاح عفوا ثلاث اسلحة بصيغة الانيق زي ما تلاحظون هذه هي بالاضافة الى انه به 86 سلاح بشكل اجمالي فيما يخص الجندري بالاضافة الى 644 سلاح بصيغة الملحامي حتى موجود سلاح الراد اكشن كما تلاحظون الايكي 47 بالاضافة الى الانفور اللي كان ايضا تقريبا هذه الاسلحة اللي تعتبر اسلحة نادرة جدا اوكي بالحساب ايضا حتى هذا التايب 25 الهندسي من الاسلحة نادرة جدا اوكي سلاح الدبابة ايضا الايكي 47 بالاضافة الى سلاح الروس الفايكين او الازرق الحديدي ايضا هذه تعتبر من اندر الاسلحة ايضا اللي نزلت بلعبات كود موبايل اللي اشتئانها ايضا حتى كانت توفرت في برطباسات سابقة اوكي هذا فيما يخص العدل الاجمالي للاسلحة الجنود زي ما تلاحظون شخصية بصيغة سلماتيك وتطوير ماكس راح نشاهدها باضافة الى تسع شخصيات بصيغة الليجندري زي ما تلاحظون وشخصية اكيد العزيز غوص فهي موجودة وراح نذكر كل هذا التفاصيل بايدن الله غوص بلازما المهمة راح حرق عليكم راح شاهدون كل التفاصيل هذا الحساب بحاول الله في الاستعراض الكامل للشخصيات اوكي من المكان التاني حتى تظهر معنا الشخصيات بشكل كامل اوكي المركبات زي ما تلاحظون اللي بصيغة غرض ملحمي ينقسم بين المركبات وغيره اوكي المهم يلا خلونا نشوف التفاصيل بشكل كامل على الحساب ونستكمل وايضا الحين راح نستعرض حتى اغراض وتفاصيل نسخة كود موبايل اوكي وهذا يعني ممكن اهم شي ما هي الاغراض والشخصيات الموجودة بها بالاضافة الى الاسلحة اول شي راح نتكلم عن الاطار الاطار بصيغة ليجندري اوكي زي ما تلاحظون اول اطار بصيغة ليجندري هذا هو التزحلق زي ما تلاحظون走 بصيغة الليجندري بالاضافة الى انه في بطاقة او كالين كار بصيغة الماتيك اول بطاقة توفرت زي ما تلاحظون موجودة على هذا الحساب بالاضافة الى انه حتى فقاعة الدردشة موجودة اثنين بصيغة ايضا الليجندري زي ما تلاحظون كل هالالاغراض موجودة بهذا الحساب طيب الاحين رح نتكلم ايضا عن اه ما يخص اه اه زي ما تلاحظون اي حتى لو تكتب اي شي مثلا ستطلع عليك بصيغة الليجندري زي ما تلاحظون بهذا الشكل اوكي وفيه اثنين يمكن انك تغير وتختار التانية اه الحين ايضا رح تكلم عن الاتوقع ناخد اول شي الاسلحة اوكي والحساب من اي موسم صدقوني انكم رح تنصدمون من هالحساب اول شي رح اعطيكم اه اه اوريكم تاريخ الحساب هذا بالضبط زي ما تلاحظون يعني الكل عارف انه هاد السلح يعطيك تاريخ لدخولك لهذا اللعبة وبدايتك في اللعبة زي ما تلاحظون التاريخ هو في يوم اه في شهر اه في يوم خمسة من شهر عشرة لسنة الفان وتسعة عشر اي بمعنى انه الحساب قديم ونادر جدا يعني مفروغ منها ان الموسم الاول موجود وشخصية جوس موجودة وغيره كل هذه التفاصيل بإذن الله لا تستعجلون رح نستعرضها في هاد المقطع اول شي رح نستعرض الاسلحة اللي بصيغة اللي جندري اوكي زي ما تلاحظون هذه الاسلحة اللي بصيغة اللي جندري الموجودة بالحساب موجود به 81 سلاح بصيغة اللي جندري بالاضافة الى انه في اه ثلاث اسلحة اخرى بصيغة اللي جندري اوكي لي لما تشحن ثلاثة عجلات او غيره رح تاخد اسلحة ونبينها السلاح الاي كي اه 47 بالاضافة الى السلاح المن اوور بالاضافة الى اه اه سلاح الاماكس ناين اللي نزل اخر فترة اوكي الاسلحة الموجودة اولا القوس وبعدين الماكتان اللي نزل معنا اخر فترة الامترسين زي ما تلاحظون الكوشكا السنايبر الاس في دي يعني كل هاد الاسلحة رح نحاول نستعجل شوي في الماقطع حتى ما ناخد وقت كتير من اجل استعراض كل التفاصيل الهيتس ايضا السي بي الفور ممكن اصعار احضرها عن فيما يخص عن خانة المجموعة لكن اريد اوضح بشكل كامل احسن اوكي الاس بي ار ايضا بسيغة اللي جنداري هذه كلها الاسلحة اللي بسيغة اللي جنداري بعدين رح نروح الاسلحة اللي بسيغة الماتيك وبعدين الشخصيات ايضا البيزون هذا البيزون ثاني اتوقع انه هذا افضل واحد الروس حاول استعرضهم في عجالة الكي 24 الج الج البيكي الاسفال ايضا هذا بصيرت اللجنداري لابا الام سيكستين نزل معه شخصية سبيكتر الاسكي اس نزل معه شخصية الطبيب الساحر ايضا فايلة جي كي اس نزل معه شخصية الان اي زماني اخيات سلاح الكي كي ناين الانسي هار نزل معه شخصية ميس اليو ال الكيو اكس اير بايزون تاني لوكوس العصى عصى عصى كاري ام اكس ناين اكي 117 موكوس 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 هذا اخر واحد بالحساب موكوس 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 ايضا موكوس دير اش بوت اكشن كيلو سي اير ستة وخمسون اش بي ار تري مسدس جي تلتمية وثمانية وخمسون ايضا الجاك شو دقان اكيد الارتيك هذا يخص شخصية ايربان ترايكر البيبياش الواحد وبالاضافة الى سلاح الكيو اكس ار وهذا ثاني واحد التايب خمسة وعشرون الايكي مية سبعة عشر الار بي دي نزل مع شخصية جونزو تاني اش بي ار تري دايما ما الفضل اي من خالف نفس الشي تامبر المس ام سي الام فور الام جي اللي نزل ايضا مع شخصية اللي برا عشورة الهيتس الثاني اكي مية سبعة عشر توقع الثالث لا توقع الثالث الام اكس ناين الثاني شورتي شورتي نزل مع شخصية جونزو اللي جنداري سنايبر الام كي تو الكن الروس 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 الثالث الروس وهذا الروس ايضا الرابع بسيغة اللي جنداري لا اس ام كي كي ناين اه هذا التاني اتوقع البيزون التوقع الثالث الروس 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 ايكي سبعة اربعون من الغضب الاسود ايكي كورو ماكو اه تشوفر نزل مع شخصية كابتن برايس المان اغور تاب 25 20 ايكي 117 الاف ار هذا ايضا من افضل اسلحة عندي الاي سي ار مهرج هذا بصراحة رهيب بيضاف الى ريزور باك والاشي اربعون دي ال لو اطلس دي ار اش المخلب هذا افضل دي ار اتش عندي بصراحة كسكين كتموية ككل افكت كل شيء بصراحة هذا افخم سكين عندي دي ار اش نزل مع شخصية نيك ثولي بصراحة بصراحة الانفور المهرج الاش الممكنات الاسلحة الايكو ايضا ايضا الكوردي بالاضافة الى اخر سلاح هو السلاح الاتلو الاسلحة 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 الموجودة بالاضافة الى تطوير اول شيء السلاح الدي ال اللي بصيغة تلماتيك لانزل معنا اخر فترة زي ما تلاحظون التطوير ماكس اكثر اوكي زي ما تلاحظون يعني كل شيء مطور الى اخر شيء كل شيء كل شيء هذي بعده اللي امتو نفس الشيء مطور اقصى زي ما تلاحظون اقصى شيء اللي بعده نفس الشيء مطور اقصى زي ما تلاحظون يعني مطور اقصى حد اللي بعده الاكس ناين نفس الشيء اكيد انه مطور اقصى شيء زي ما تلاحظون بايكي السبعة اربعون مطور مطور اكيد اقصى شيء زي ما تلاحظون اخر لفل الكيلو طبعا مطور اقصى شيء اللي بعده اللي بعده CPL4 نفس الشيء مطور اقصى شيء يعني كل التركيبة موجودة اه الامترثين زي ما تلاحظون اقصى شيء كل شيء يعني كل الاسلحة مطورة ماكس اوكي الامر اقصى شيء تطوير ماكس تطوير ماكس الهولجر تطوير ماكس الاسفال تطوير ماكس ايه امكي 2 تطوير ماكس الفينيك تطوير ماكس اوكي سلاح الأوذن الأوذن هو الذي ينزل معنا في الموسم القادم أو بعده بالنسبة كبيرة أنه سيرجع معنا يمكن أنك بالنسبة لسعفه سيأخذ هذا الحساب سيشحن هذا السلاح الأوذن القادم كل أسلحة تلماتيك موجودة بالحساب 13 سلاح بسيغة تلماتيك كبير إضافة إلى 86 سلاح بشكل كامل بسيغة الليجندري الآن سنعود إلى خطوة ونرى الشخصيات بسيغة الماتيك و بسيغة الليجندري فيما يخص شخصية سبيكتر كما تلاحظون شخصية سبيكتر سيغير ماكس كل شيء بها حسنا 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 كل شيء مشحون كل شيء كل شيء حسنا يعني سلعب بسيغة اللي انتزري حسنا سبيكتر تطوير ماكس أيضا هناك شخصية صوفيا بالإضافة إلى شخصية فانتوم شخصية كابتن برايس شخصية أوترايدر شخصية غونزو وشخصية غوست شخصية ريبر شخصية ميس وشخصية نكتو ماهو موجود بالحساب بس شخصيتين أي بمعنى شخصية وشخصية فاير بريك هؤلاء الشخصيات موجودين حاليا بهذا الحساب فيما يخص الشخصيات بسيغة الليجنداري الآن سنستعرض الشخصيات بسيغة الملحمة ونجعل الرقصات آخر شيء طيب أنا الآن أعرف أنكم منتظرين الشخصيات الكل وأول شيء أكيد أنه ماهو سنبدأ به هو شخصيات غوست غوست يا شباب موجود به كل شخصيات غوست أوكي هذا الشخصية اللي أنتم تلاحظونها الآن الرأتيم هي بس للناس اللي عندهم ربطوا حساباتهم مع نسخة Modern Warfare 2 نسخة Volt Edition اللي رح حصلون هذا الشخصية وتعتبر شخصية نادرة جداً بحسابات كود موبايل يعني ليس كل الناس عندها ممكن تلاحظون شخصية غوست الموسم الأول بس هذه الشخصية لن تلاحظونها عند الناس كثير حتى نكونوا واضحين فتعتبر Under شخصية بالحساب أيضاً ليس هذه Under شخصية غوست القصص التي تعتبر أيضاً بسيغة جداً رهيب ويعني سعيد الحد اللي حصل هذا الحساب بصار بصوت بصوت غوست خفي غوست بلازما هذه أندر شخصية أيضاً مش متوفرة حالياً بكل حسابات كود موبايل لماذا؟ لأنها شخصية ما رجعت من أول نزلها رجع مرة ثانية لكن من زمن بعيد بس يومين أتوقع ذاك وبعدين إن شاء الله مرة أخرى وما رجع مرة ثانية معنا شخصية غوست بلازما ولهذا يعتبر أيضاً واحدة من الشخصيات النادرة جداً بحسابات كود موبايل غوست رأي البقر الموض الخطيرة هذا كان في بوندل نفس الشيء كان في بطل باس بطل باس هذي عجلة تحد بطل باس باس وغوست الموسم الأول فإلى الحين أنتم عندكم فكرة الحين عندنا الحساب الشخصيات اللي رح تكون موجودة وصدقوني أنكم رح تنصدمون المهم شخصيات غوست زي ما تريدون كلها موجودة وأهم شيء هي غوست الموسم الأول وغوست بلازما وغوست راتين فهذه أفضل الشخصيات بصراحة موجودة بين الحساب ويا حد اللي يحصل أو اللي يشتري هذا الحساب شخصية سبيكتر رح زي ما تكلمنا سابقاً موجود البسيغة ليجندري تطوير ماركس أيضاً هذه الشخصيات نحن استعرضها في عجلة يا شباب حتى ما نطول عليكم في المقطع أوترايدر بصيغة ليجندري وبعدين أوترايدر أمازونية الروحانية هذه هي الشخصيات التي تخص شخصية أوترايدر سكن أوترايدر عفواً ناغا والآن تقريباً كل عجلة تحدو هذه كانت في البطبس اشتراك الشهري أوكي سيراف هادي باكيج تصنيف شيل دخول استطلاع شخصية شخصية واحدة من أفضل الشخصيات بصيغة ليجندري نفس الشيء هذه أيضاً المدرع برايس بصيغة ليجندري وبعدين الكيميائي موتى الليل الناطيب هذه الشخصيات التي تخص كابتين برايس نيكتو كما تلاحظون موجودة بأول شخصية بصيغة ليجندري هادي باكيج وهذه تعتبر أيضاً تقريباً يعني وكأنها شخصية نذرة ما فيش ناس كتيرين عندهم ولو أنه أرجع كتير مرات العجلة التي تخص سلاح الكور دايت هذول أغلبهم أكيد أنهم بطلبس الا هاد القوريلا يا أخي هذول يشطرعين هذه أيضاً كانت تصنيف الموسم الثاني أتوقع لو أعلم في سنة 2020 الموسم الثاني نفس الشي شخصية تصنيف الموسم الثالث أتوقع أصفر وطولة حاول أن نستعرضهم في أجل فرق أطلس شخصية سيلفر شخصيتين هذي بطلبس شخصية ألكس ميسن أيضاً تعتبر من أندر الشخصية لأنه توقفر في الموسم الثاني أوكي اللي بعده دافيد ميسن كان في الموسم اللي بعده أتوقع الثالث أو الرابع الثالث أو الرابع المهم نفس الشي هذا الشخصية هذي اللي كانت أتوقع في الموسم الثالث مع ريبر وغيره سوب أيضاً برتباسو اللي بعده أجلت حد فانتوم اللي بسيغة ليجندري وهذا كان في الموسم الثالث غاز مكاروف غروكر هذي هي الشخصيات الثالث غولم أيوة اللي بعده ياخي خلينا من هذا هذا ما أريده هذا ما نحتاجه ياخي أيوة Ftl أو الجبهة شخصيتين غونزو بسيغة ليجندري العجلة باكيج عجلة حد بسيغة يعني كل شخصيات غونزو موجودة بالحساب طبيب الساحل شخصيتين عجلة حد ديمسي يخص يعني كلها موجودة شخصيات ديمسي سكارليت من قسمة بين عجلة حد و بطل باس وتشجيل و مواسم تيد شخصيتين ريزنوف ركتوفن تينغو يعني شخصيات كثير يعني ما أتوقع أنك رح تكمل الشخصيات رأي الظلام كل الشخصيات أغلبها يعني موجودة تاكيو إيغور شخصيتين أوتر مارا غريش أيوة أربعة شخصيات تشارلي روزي أغلب الشخصيات موجودة فرانك وودز نفس الشي أدلر أجاكس بارك هادي واحدة من الأفضل الشخصيات عندي فيما يخص شخصية بارك بصراحة أليكس ملسم يعني كان موسم يا أخي شابعونا ملسم ليرش هادي تخص هادي تصنيف دومينو روزا مورتي هادي واحدة من الأفضل الشخصيات لتخص مورتي رونين رورك يوري ويت بيل كراش بورتونوفا بيكر روتش ماكسيس هادي كنس في بورتباس هادي أجلت حد أجلت حد رونين هادي تصنيف كنس اللي فيه بطولة هادي هادي أجلت حد هادي أجلت حد نفس الشي هادي شخصيات رونين بروفيت باتري هادي شخصيات باتري الموجودة هادي نوماد ريبر بسيخ لجنداري باتري باتري باكيج باتري باتري هادي هادي واضح له الأبنب هي هو الارند هيو هذي بنزل مع الامكيتو عجل تحض زيرو هذي باكيج الاولى هيو بارك ايربان ترايكر اجل تحض اجل تحض اجل تحض بارك بارك اجل تحض وهذه ماذا كلموت اوكي ارتري هذي الشخصيات منتاري هذي ايضا تعتبره من احدا من افضل الشخصيات نفس الشي في باكيج الاولى والتانية وادي حد ستت اطالع اوكي هذي تخص باعدو سايلن شخصيتين سيلة شخصيات كلها تقريبا اللي تخص السيلة اوكي ستذكر سيخدين ادورا كاي فارس تيمبلر ثلاث شخصيات وهي الموجودة ايتر ايتان الياس شخصيتين واجر رنبو جون موكلن كاسيوس باكيج باكيج حتى هذه الشخصيات تعتبر نادرة يا شباب هاي تقريبا كان اللي عندهم مرابطين حساباتهم على الفانغارد اوكي ونفس الشي حتى هذي حساب مربوط بحساب فانغارد اوكي يعني تلعب حتى نسخة الفانغارد بهذا اليميل ونفس حساب البطلنت اوكي مينوتور الشخصيات الموجودة شف فارح اسكرا ميستي ياخي ميستي مين ايوه ايكس ايوه 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 ياخي والله شخصيات كتير ايوه اللي بعده تتعب احنا الحين ما استعرابنا كل شي شوفوا التوقيس يا شباب سنوب دوك شخصيتين اللي توفروا التنين موجودة صوفيا شخصيتين موتوكو شخصيتين بطل باستو العجلة ايوه باتو ميستي موسي نايمار و بول بوكبا هذه كلها الشخصيات الموجودة بالحساب يا شباب اوكو 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 الحين خلونا نروح الاغراض البترويال حتى كل شي موجود بسيغة الليجنداري في بسيغة الليجنداري موسي دراجة مفيش حاليا لي بسيغة الليجنداري اوي المروح نفس الشك بسيغة الليجنداري يكون بسيغة الليجنداري ما توفر Luck مع补 حساب مواضح يعني يا� Sommer ليست لا تتكلم والله بسيغة الليجنداري الحساب علي نفسه لو تستطيع كل شي موجود بسيغة الليجندارية خلص ملحمي يا اخي تغنيك ما هيكل شي ايبا جاكل ايبا نطلحطون شخص يعني شي بس واحد اوكي المخزون ونروح الحين بعدها نروح للتخصيص المخزون يا اخي حديته ولا حرج اوكي الشخصيات اه عفوا الرقصات اوكي الرقصات يا شاب يعني ما اتوقع انه رح نستعرضها الكل يعني حتى ما يخدنا وقت كتير ولكن رح ننزل الاخر اه الرقصات اللي توفرت بالموسم الاول اوكي تشوفوا الرقصات كتير يعني كل الرقصة النزلت بعجلة هي موجودة هون اوكي يلا عادي هي اندر الرقصات الموجودة بالحساب ليش لانها كانت بس في الموسم الاول اوكي حتى تكون عندكم فكرة رقصة هادي موجودة اندر الرقصات لاح تلاقيها موجودة هون يعني في هذا التفاصل هادي تخص طول الزومبي اوكي اوش هادي انا عارف الرقصات من اندر الرقصات احبريكم بها باذني الله سعرضنا بس الاولى وتشوف هادي ايضا هادي من اندر الرقصات سدهاد اوكي اوك apresent اوكي شكرا ايوه هذي من انذر الرقصات ايضا يا شباب وهذي من اللي يعني اللي تغفرن في الموسم الاول بس اوكي اما تلاحظون هاد هاد والاثنين اللي استعرضتهم قابل وهاد التحية يعني هذي انذر الرقصات الموجودة بالحساب ليش لانها زي ما خبرتكم كنس في الموسم الاول اما باقي الرقصات يعني فاتوقع انه يعني واضحة في كل العجلات اللي توفرت هي موجودة زي ما تلاحظون حتى من الاسم ممكن انت تعرفها اوكي وايضا حتى فيها رقصات من البيكجاز اكيد ما فروق منه الامر اوكي المهم شباب الحساب زي ما خبرتكم مربوط على نسخة الفانجارد نسخة المودن والفار الاولى بالإضافة إلى نسخة المودن والفار 2 الفولت ايديشن اللي بها الراد تيم يعني شخصية الراد تيم زي ما خبرتكم فيما يخص شخصية غوست هاد الراد تيم بالإضافة إلى شخصية كابتن برايس شخصية فارح كريم بالإضافة إلى شخصية سوب اوكي هاد يعني موجودة كلها بها الحساب بالإضافة إلى نسخة الوارزون ten والباطل باس اللي نزل موجودة لكل ayuda أوكي يعني الباطل باس اللي الماشحون بد نسخة المودن والفارتو بالإضافة إلى الوارزون ten بالإضافة اي لنسخة الوارزون موبايل موجود نفسه ونفس الشخصيات موجودة على ذلك الحساب رح تلاقيها في نسخة الوارزون موبايل اوكي وهذا الشخصيات اللي تخص حساب كود موبايل فالحساب تقريبا يعني هذا أضخم حساب ممكن أنك تحصله ويغنيك عن كل المنصات الأخرى أي بمعنى أنك لو أنت في نفسك منصة واحدة فرح تلاقي أنه الحساب مشبوك على كل المنصات وتلعب به أي لعبة أنت تريدها سواء كانت الوارزون أو المودان ووفير أو حتى نسخة المودان ووفير الأولى ونسخة الفانغارد وكلهم يعني كلها مشحونات يعني كل تلك الألعاب وتلك النسخ مشحونة يعني تدخل أي لعبة وعلى أي جهاز وعلى أي منصة أنت تلعب عليها رح تلاقي أنه الحساب هذا كامل وتلعب به بالشخصيات مشحونة وبطل باصات وغيره فأتمنى من صميم القلب أنه الشخص اللي سهل هذا الحساب أنه ياخده وإن شاء الله رح أخليكم بالوصف أو أعفوا حتى بالتعليق المثبت رح أخليكم رابط مالك الحساب رح تتواصلون معهم من أجل أكيد أنه تتفاهمون على سعر الحساب بعدها رح أكون أنا الوسيط بينكم الاثنين ليش لأنه حتى تأخذ المعلومات كلها تخص الحساب أو مواقع الربط ليش لأنه مرتبط رح تأخذ حساب الباطل النات بالإضافة إلى حساب الفيسبوك بالإضافة إلى حساب اكتيفيجن هذه هي كل الحسابات اللي متوفرة ومربوطة عليها كل هذه الحسابات أنت تأخذها بشكل كامل وتدخل حسابك وتلعب اللعبة على أي منصة أنت تريدها زي ما خبرتكم فأتمنى من صميم القلب أنه إذا أي شخص مهتم يرسل مالك الحساب بالإضافة إلى أنه إذا عندك أي صديقك أو خويك يريد حساب بهذا الشكل وبهذا المواصفات أو نسخ يعني عفوا يريد حساب مرتبط عليه كل هذه المنصات أو هذه النسخ للعبة كود موبايل فأتمنى أنك تشارك معه المقطع من أجل أنه يحصل ويستمتع بهذا الحساب بإذن الله حساب جبار ما أنكر يا شباب حساب أسطوري جدا تقريبا كل التفاصيل التي تحتاجها موجودة بها ونحن لا استعرضنا كل شيء كل شيء وإنكم لاحظتم التفاصيل حتى فيما يخص الأسلحة التانوية يعني بها زي ما تلاحظون يعني السكين بسيغة بسيغة الليجندري المطوى يعني كل شيء عسى كاري أيضا موجودة بسيغة الليجندري كل هذا التفاصيل يعني سيتمها فما يحتاج أنه نعيد نستعرضها مرة ثانية المهم هذه أغلب التفاصيل أتمنى من سامي مقلب أن لا تبخلوا عليه بمشاركة طال المقطع وانتظروني بإذن الله في قادم الحلقات وباقي التفاصيل سأخذ لكم رابط مالك الحساب لاستفسار أكثر عن الحساب في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت رابط موقع تواصل اجتماعي اللي يخص حساب وانستجرام أنكم تتواصلون معه وتتفقون على سعر البعيد فأشوفكم على خير دمتم فعلا وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته